السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنوان طيبين بمناسبة شهر رمضان مبارك فيديو مهاردة هنتكلم مع تطبيق المسبحة الالكترونية تابعوا مع الفيديو للنهاية زي ما قلنا في البداية هنتكلم مهاردة على تطبيق المسبحة الالكترونية وهنضغط على مدجر بلاي هنحاملها مع مدجر بلاي هضغط على مدجر بلاي وهكتب في البحث المسبحة الالكترونية تمام هتختار اول اختيار بيظهر لك المسبحة الالكترونية هضغط عليها وهعمل لها تثبيت اه مسبحة جميلة جدا جدا احنا بلقتي بنعمل لها تحميل اهو هنستنى لما تحمل معي وهو رج دلوقتي المميزات بتاعتها جميلة جدا دلوقتي خلصت معي تحميل اهو بقول لي جاري التثبيت تمام انا دلوقتي هعمل لها فتح ده شكل التطبيق معي كده هيفتح بالشكل ده تمام عندك هنا الاعدادات هضغط عليها اول ما هضغط عليها بقى هنا بيقول لك اهتزاز مغلق لو انت عايز الموبايل وانت بتسبح بالسبحة لو انت عايزه في اهتزاز هضغط عليها انه فتح هزي ما احنا هنلاحظ دلوقتي اهو هتعمل صوت باهتزاز طيب هضغط تاني على الاعدادات هنا عندك الصوت لو انا عايز اقفل الصوت هضغط عليه تمام هضغط على تحت المربع ده اللي هو مغلق تمام اهو بقى اهتزاز بس هضغط تاني على الاعدادات هنا لما انت عايز الشاشة كاملة هضغط على الشاشة كاملة هنا مغلق تمام هنضغط عليها تاني وعندك هنا النص آآ النطق النص الى الكلام هضغط عليها دلوقتي هي مغلقة هنا هفعلها تمام بعد ما فعلتها هرجع خمسة عشر ستة عشر بتبدأ ان هي هتتكلم معي سبعة ثمانية عشر رقم معي طيب هضغط تاني لو انا مش عايزاها هضغط عليها النص الى الكلام وهعملها مغلقة تمام وهخرج عندك هنا ازالة الاعلانات طبعا هضغط على ازالة الاعلان دي وازالة الاعلان دي بفلوس اهوب سبعتاشر جنيه فانت مش هيظهر لك اعلانات كتير اصلا عندك هنا مشاركة لو انت عايز تشارك يعني البرنامج ده مع حد او طبيق ده مع حد عندك هنا مستهدف لو ضغط عليها وعملناها لها تفعيل عندك هنا ادخل اه ادخل العادة المستهدف لو انا ضغط عليه وعملت مثلا ميتين تمام انا عملتها دلوقتي ميتين وهضغط على كلمة حفظ بقى عندي فوق هنا زي ما حضركم شايفين هنور بس الاضاءة نورنا الاضاءة معي وزي ما حضركم شايفين فوق هنا متين هتبدأ لحد ما العدد يقف لوحده انت عملته مثلا متين مرة هتبدأ تضغط كده اهو لحد متين مرة هيبدأ يقف العدد معيك هنا كلمة تصويت اضغط عليها لو انا عايزة اعمل البرنامج ده تصويت فانا اضغط انا هديله خمس اه نجمات لو انت عندك مشكلة متعلقة بالبرنامج فبتبدأ تكتب هنا الوصف بتاعك يعني انت بتقول ايه المشكلة اللي في البرنامج وبتضغط على كلمة هنا نصر تمام? طبعا هنا نشكلك على مشاركة هتضغط على كلمة تم وهنا range تطبيقاتنا لو ضغطنا على تطبيقاتنا دي اه دي التطبيقات المتعلقة بالاة التطبيق ده لو ضغطنا على الاعدادات اللي فوق دي لو ضغطت عليها بتبدأ تغير شكل المسبحة معي اهو بالشكل اللي انت عاوزه بتبدأ تختار بقى اللون اللي تحبه تمام وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وتكلمنا على تطبيق المسبحة الالكترونية لو عكبك فيديو النهاردة يا ريت ما تنساش اللايك والمشاركة واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته